حملت الرؤية السعودية عشرين ثلاثين بين طياتها اهتماما واضحا بقطاع الصحة في المملكة وتجلى ذلك بسعيها للاتجاه نحو خصخصة هذا القطاع بعد أن بدأ يواجه العديد من التحديات فهل ستشكل الخصخص الحل الأمثل لهذا القطاع وما هي طبيعة الفوائد المرجوة التي ستحققها مثل هذه الخطوة استراتيجية عشرين ثلاثين للقطاع الصحي ركزت على خمسة أهداف أولها خصخصة الخدمات الصحية وثانيها كان تعزيز جودة الخدمات الصحية والمرافق الطبية بعملية الخصخصة التي سيتم اتباعها إلى جانب دعم منظومة الرعاية الصحية الأولية للمستشفيات والقطاع الصحي وبناء شركات بين الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية إلى جانب التركيز على مكافحة الأوبئة كان للقطاع الصحي عدة مبادرات انطلقت من قبل وزارة الصحة السعودية ضمن هذه الرؤية عشرين ثلاثين أولها رفع الطاقة الاستيعابية بالنسبة للمستشفيات إلى جانب مضاعفة مساهمة القطاع الخاص في توفير الخدمات وكذلك تعزيز مستوى الصحة العامة إلى جانب أيضا تمكين المواطنين من الاشتراك في برامج التأمين الصحي إذا ما ألقينا نظرة على القطاع الصحي السعودي في الأرقام بالداخل المملكة العربية السعودية فنجد بأن استثمارات القطاع الصحي خلال آخر خمس سنوات بلغت قرابة الأربعين مليار وخمسمائة مليون ريال واحد وأربعين مليار ريال كانت استثمارات القطاع الصحي المتوقعة بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة هذا إلى جانب مبلغ قدر بمئة وأربعة مليارات ريال هي مخصصات دعم القطاع الصحي والتنمية الاجتماعية مئة وتسعة مليارات ريال هي القيمة السوقية بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية السعودي وأيضا خمسة وسبعين مليار ريال الإنفاق المتوقع على القطاع خلال عام الفين وستة عشر أما نوعية المستشفيات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية فهي تتوزع على ثلاثة قطاعات مئتين وتسعة وأربعين مستشفى حكومية تابعة لوزارة الصحة هناك تسعة وثلاثين مستشفى يتبع جهات حكومية أخرى وأيضا مئة وسبعة وعشرين مستشفى يتبع بالنسبة لقطاع الخاص لكن ما هو الهدف من عملية الخصخصة التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية خلال الفترة اللامقبلة الهدف الأول هو عملية رفع جودة الخدمات اللامقدمة وإلى جانب أيضا زيادة الشفافية في تقديم الخدمات الصحية والطبية كذلك هناك هدف رئيسي هو رفع القدرة الرقابية لوزارة الصحة من عملية الخصخصة إنشاء المزيد من التخصصات أيضا في القطاع الصحي وخلق فرص عمل إضافية للشباب السعودي أما بالنسبة للتحديات التي يمكن أن تقف أمام القطاع الصحي وهي تحديات ما زالت موجودة هي قدرة القطاع الخاص على إدارة الخدمات الصحية بكفاءة قدرة أيضا وجود أنظمة وقوانين تضمن جودة الرقابة لهذا القطاع لكن ما هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى التحول بعملية الاهتمام بالقطاع الصحي هناك عدة دوافع دعت المملكة ورؤية 2030 للتركيز على هذا القطاع أولا هناك نمو سكاني مضطرد تشهده المملكة العربية السعودية وهو ما يتطلب بهذا القطاع الوصول إلى المستوى المطلوبة تدني جودة الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية كان عامل أساسي بالتوجه الحكومي للقطاع وأيضا نقص المرافق الصحية هناك أيضا ارتفاع بمستويات الإنفاق على الرعاية الصحية وهو يأتي ضمن الأولويات بالنسبة للحكومة طيلة السنوات الماضية وأيضا توسع خدمات الضمان الصحي وكذلك التأمين داخل المملكة العربية السعودية إذن كانت هذه نظرة على مستقبل قطاع الرعاية الصحية في الرؤية الاستراتيجية التي طرحت للمملكة عشرين ثلاثين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر